يقول مراقبون لشن العراقي أن معركة الانتخابات الحقيقية انطلقت شرارتها الأولى باجتماع زعيم التيار الصدري مقدد الصدر وقادة الإطار التنسيقي فأما يستعيد البيت الشيعي وحدته أو يذهب كل فريق إلى طريقه البديلة خاصة وأن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق سوى وقف التصعيد بين التيار والإطار مع أسرار الصدر على رفض فكرة التوافق وأشارت المصادر إلى خيارات مديلة سيحملها وفدا من التنسيقي لا يشمل جميع القيادات للاجتماع بمقتدى في الحنانة خلال أيام برئاسة هد العامري لتحديد خطوط الطول والعرض في خريطة النفوذ الشيعي المقبلة